في السودان ارتفع عدد ضحايا حريق في مصنع بالعاصمة الخرطوم إلى أكثر من 16 قتيلاً وعشرة الجرحة بعضهم في حالة حرجة بحسب ما أفدت لجنة أطباء السودان المركزية واندلع الحريق في أحد مطانع السيراميك في منطقة الخرطوم إثر انفجار خزان للغاز بحسب ما ذكر شهود عيان وهرعت سيرة الإسعاف بتجاه موقع الحريق لنقل المصابين إلى مستشفى المتينة